احتفل ابو فلا برحة مع متابعينه بمناسبة تلقيه لدلع العشر مليون مشترك على يوتيوب حي توثق لحظة بلحظة فتحه لصندوق الدلع الماسي وعبر عن فرحة وحبه لمتابعينه بالفيديو ألف مبروك لابو فلا من نجاح لنجاح إن شاء الله أما بخصوص تأخر أغنيات أسامة مروة وغيث مروان فهذا راجع لعدة أسباب فالسبب الأول كان عطل أو خطأ في الصوت أو الموسيقى وكان لازم يتعدل أما السبب الثاني واللي حكى عنه غيث وأسامة أبل يوم كان لابتوب أسامة اللي ضاع منه أبل أيام واللي كان فيه كل شي بخصوص الأغنية والفيديو كليب ولكن طمن أسامة جمهور وحكى أنه معاه نسخ ثانية للأغنية وفيه يستخرج هالأيام فكم نسبة حماسكم لأغنية أسامة وغيث مروان أما فريد فاحتفل مبارحة بالمئة ألف مشترك مع متابعينه ببث مباشر بقناته الجديدة على يوتيوب اللي راح تكون خاصة بالألعاب حيث تخطى هذا الرقم خلال أسبوع واحد فقط وبدون تنزيل أي فيديو بالقناة فألف مبروك لفريد ولكل الزومبيز أما نوري ستارس فشاركت فيديو كليب أغنية الجديدة مع بوب جي واللي كانت بأنوان سكوادي عالي واللي كانت عبارة عن أغنية راب بعديد من اللهجات العربية حيث حقق الفيديو كليب أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال يوم واحد فقط فاللي صدم المتابعين ستايل نوري ستارس بالفيديو كليب حيث اعتمدت نوري ستارس على عدة ستايلات ولوكات مختلفة كانت كتير غريبة ولأول مرة بنشوفها على نوري ستارس فأي واحد حسيتوه مناسب لنور اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات أما جواني فشارك مبارحة فيديو على يوتيوب ولكن حذفوا بعد ساعات ووضح السبب بهال الاسطوريهات لأن الشركة بعطت لي آلتلي جواني أنت عم ترفع الفيديوهات بطريقة غلط واحد اثنين أنت ما عم تستمر أما نور مارف فانحدف فيديوهين من حسابه على انستجرام الأول كان الفيديو اللي صوروا مع قطة تينا والتاني كان من حفلة عيد ميلادو ووضح الأسباب بهال الاسطوريهات فيديو كليب نارين بيوتي رح ينزل اليوم فممكن تكونوا عم بتشاهدوا هذا الفيديو ويكون الفيديو كليب نزل من قبل فتركوا لي رأيكم تحت بخانة التعليقات بخصوص الفيديو كليب وكمان سربت شيرين بيوتي مقطع من الفيديو كليب بتقليد هالا نارين بهال الاسطوريهات اوكي جايز اشو هتعملي حتقلدني يلا اوكي يلا هاي شيري شو كنت عم تقولي من ينتهي احنا و هون نكون وصلنا لنهاية الحلقة لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك و تشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول